اشتركوا في القناة ولي العهد نائب القائد العلى نائب الاول رئيس مجلس الوزراء بنتائج الزيارة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الى جمهورية مصر العربية الشقيقة والمباحثات التي اجراها مع اخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والتي تناولت العلاقات الاخوية والتطورات الاقليمية ووصف سموه الزيارة بانها خطوة معززة للتعاون والتضامن العربي في مواجهة التحديات التي تحدق بالامة العربية وفي تطوير آليات التعاون الثنائي مشهدا سموه بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين وبما تحظى به من رعاية من قيادتي البلدين لتوثيق اواصرها وتنميتها وتطويرها في المجالات كافة ثم رحب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القاعد العلا النايب الاول لرئيس مجلس الوزراء بالمشاركين في المؤتمر والمنتدى الذين يعقدان برعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى وهما مؤتمر اصحاب الاعمال والمستثمرين العرب والمنتدى العالمي لرواد الاعمال والاستثمار الذين تستضيفهما مملكة البحرين حاليا منوها سموه بما تمثله الاستثمارات العربية من اهمية في ازدهار المنطقة وتحسين اقتصادياتها واثنى سموه على دور رواد الاعمال في مواكبة التطور الاقتصادي العالمي والاعتماد على الابتكار التكنولوجي والرقمي في الريادة والانتاجية بعد ذلك اشهد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد العلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء بجائزة عيسى لخدمة الانسانية واسهاماتها في تكريس العمل الانساني العالمي وابرازه فيما احاط سموه شيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس امناء جائزة عيسى لخدمة الانسانية احاط المجلس بالاستعدادات للحفل الذي سيقام تحت الرعاية الملكية السامية يوم غد للاعلان عن الفائز بهذه الجائزة في نسختها الرابعة الفين وثمانية عشر الفين وتسعة عشر بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول اعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي اولا وفق مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد العلى النايب الاول لرئيس مجلس الوزراء بان تأول رئاسة اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة الى رئيس هيئة الطاقة المستدامة ويعهد اليه تمثيل مملكة البحرين في الوكالة الدولية بالطاقة المتجددة ثانيا وفق مجلس الوزراء على خطة شاملة لتطوير خليج توبلي تحافظ على طبيعته البيئية وتجمل المنطقة المحيطة به وتحسن دورات حركة المياه وتدفقها فيه وتقوم الخطة التي اطلعت عليها او اطلعت عليها اللجنة التنسيقية التي استعرضها معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على حلول تتعلق بتحسين حركة تدفق المياه عبر الخليج وحفر وتوسعة القناة المائية الواقعة جنوب المعامير ليبلغ عرضها مائتين وسبعين مترا بدلا من ثلاثين مترا كما هو حاليا بالاضافة الى انشاء اثني عشر ممرا مائيا اضافيا بطول اجمالي يبلغ سبعين مترا في المعبر المائي والذي يقع اسفل شارع الشيخ جابر الاحمد الصباح معبر المعامير والذي يتكون حاليا فقط من ستة ممرات مائية وبطول اجمالي لا يزيد عن ثلاثة وعشرين مترا كما تضم خطة تطوير خليج توبلي في المذكرة المشتركة المرفوعة من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني واسعادة وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تنفيذ دراسة هيدرو ديناميكية لحركة المياه وجودتها في خليج توبلي وتطبيق المرحلة الثانية من مشروع تحسين المعالجة الثنائية باستخدام التقنيات المتطورة الى جانب العمل على توسعة الطاقة الاستيعابية لمحطة خليج توبلي والتوسع في مشروع زراعة نبات القرام ثالثا وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين وقرر إحالة مشروع قانون بهذا الخصوص الى مجلس النواب يلبي التعديل متطلبات غرفة تجارة وصناعة البحرين واحتياجاتها لتعزيز دورها في المشهدين الاقتصادي والاستثماري وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية والتي عرضها مع علي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة رابعا قرر مجلس الوزراء حالة احد مشاريع التطوير العقاري وهو مشروع المدينة الانيقة الى اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية لدراسته ضمن المشاريع المتعثرة واتخاذ الاجراءات اللازمة وذلك في ضوء المذكرة التي عرضها مع علي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية خامسا وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم عرضها معالي وزير الداخلية بين وزارة الداخلية بمملكة البحرين وإدارة الشرطة بوستن بالولايات المتحدة الأمريكية للتعاون في مجال تبادل الخبرات والتدريب والمعلومات سادسا بحث مجلس الوزراء أحكام وضوابط تنظيم عملية الفحص الدوري للكشف عن الأمراض السارية وخاصة للعاملين في المطاعم والفنادق والمحال الأخرى التي ترتبط بشكل مباشر بالصحة والتأكد من خلوهم منها وأحال المجلس إلى اللجنة التنسيقية دراسة ذلك من خلال مرئيات فريق العمل الذي سيشكل لهذا الغرض من وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل بعدها استعرض مجلس الوزراء ثلاثة تقارير وزارية الأول من معالي وزير الخارجية بشأن المشاركة في اجتماع وزراء خارجية رابطة دولي جنوب الشرق آسيا الأسيان والتي عقدت في بانكوك مؤخرا وتم على هامشها التوقيع على وثيقة انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب الشرق آسيا والثاني من سعادة وزير المواصلات والاتصالات بنتائج زيارة العمل إلى وكالة الإمارات للفضاء وجامعة خليفة بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا والثالث من سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة عن نتائج القمة العربية للذكاء الاصطناعي لعام 2019 والتي عقدت بالمملكة الأردنية الهاشمية مؤخرا